استقبل صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القذبية وخلال لقاء كذا سموهما الاهتمام بتنمية القطاع الخدمية الذي يعد أحد الروافد للوصول إلى تنمية المستدامة فضلا عن كونه ركنا هما في المنظومة البرامجية التي تقودها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن يسير بخطا ثابتة لاستكمال الخطوات التنموية والبناء على الأرضية الصلبة للمكتسبات الوطنية التي طالت مختلفا الأصعدات والميادين ولقد استعرض سموهما عددا من القضايا ذات الصلاة بالشان الوطني حيث تم تأكيد على عجلة التقدم في المسارات التنموية المختلفة معضية يقف خلفها إسرار حكومي على مضاعفة الانجاز وتحقيق ما هو أفضل للوطن والمواطن